ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكملين معاكم حلقتنا دلوقتي وهينضم لنا عبر أبليكيشن زوم الشاعر والروائي العماني الأستاذ زهران القسمي اللي هيكلمنا عن روايته تغريبة القافر وهي رواية فائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية بوكر في دورتها الستاشر للعام الحالي أهلا بحضرتك أستاذ زهران أهلا وسهلا سعدائي جدا بوجود حضرتك معانا عن طريق أبليكيشن زوم منوارنا أنا أيضا سعيد حقيقة أنا لأول مرة أعمل مقابلة في تلفزيون مصري وأتمنى أنه أتكون هذه المقابلة جيدة إحنا اشرف لينا أنه لأول مرة ظهور لحضرتك على كل المحطات وعلى كل الشاشات المصرية يكون معانا في يحكى أنه وعايز أبارك لحضرتك على الجائزة ألف ألف مبروك الله يباركي شكرا شكرا جزيلا يا ريت حضرتك تكلمنا عن شعورك بوصول روايتك للقائمة الطويلة لجائزة البوكر وطبعا الفوز بالجائزة وفي الحقيقة أنا لأول مرة أشك في قائزة البوكر الروايات السابقة يعني ما شاركت فيها فما كنت أتوقع الفوز لما وصلت الرواية إلى القائمة القصيرة يعني كانت فرحة كبيرة جدا لي بالنسبة أنه توصل الروايتي في مصابر الروايات السابقة يعني لكتاب وأدباء معروفين على مستوى الوطن العربي وبالتأكيد يعني فوزها يعني راح تشكل فرحة كبيرة جدا بالدور أحداث الرواية في إحدى قرى عمان الصغيرة عايزين نعرف أكتر عن بطل الرواية سالم نعم الرواية طبعا هي تتاخذ موضوع الماء في القرى العمانية وهي تحكي حكاية الرجل الذي يستطيع أن يسمع الماء في باطل الأرض لديه خاصية قصية سمع قوية طبعا هو نولد بولادة غريبة شوي أمه كانت غريقة في البئر فلما تشلوها من الغرق وهم يعني يغسلوها لتقفن وتنفن اكتشفوا أن طفلها حي في بطنها حدث تلك الجدالية أنه هل يجوز أن نخرج هذا الطفل أو لا وبالتالي سلت أحد النساء خنجر وفتحت بطن الغريقة وأخرجت طفل الذي صار بعد ذلك يسمع الماء وهو لديه خاصية سمع قوية أنه ليس فقط الماء هو يستطيع أن يسمع الأشياء الدقيقة التي لا يسمعها الآخر يعني الرواية طبعا تحكي حكاية أو حياته التي كلما يعني امتدت إلى الأمام يعني استعانى به الناس في كل القرى حتى يبحث لهم عن منادع الماء وبالتالي يشقون أفلاجهم حتى تحيا قراهم المهددة بالمواد ممكن نعرف من حضرتك أكتر عن أبطال الرواية يعني حضرتك ذكرت سالم وذكرت الأم ممكن نعرف أكتر عن باقي الأبطال طبعا السيدة التي ربت هي ذات السيدة التي أخرجتها من بطن أمه الفقيدة وهي كاذية التي تستمر في تربيته وفي العيش معه يعني بفترة طويلة جدا حتى نهاية الرواية أبوه أيضا يعني عبدالله بن جميل الذي يعني شاعده مستقبلا في حقر الأفلاق والذي تكون يعني نهايته مأساوية إذا يعني يسقط قدار الفلج والأترب عليه ويموت في باطل الأرض وأيضا من الشخصيات الأساسية في الرواية لشخصية الرجل الذي استخرج قصة أمه من البير وبعد ذلك يطير طريقه عندما يكبر وهو الوعري ذلك الشخص الذي يعيش منعزلا عن القرية في مدرعته والذي يحب أن يذهب بعيدا في الجبال بوحده ويعني يعيش عزلته أيضا من الشخصيات التي هي زوجته على ذلك نطرة التي عندما يذهب عنها ويغيب لفترة طويلة تنتظره وهي تغذر الصوف دلالة على صبرها وعلى انتظارها الطويل على أمل أن يعمل هذه هي الشخصيات الرئيسية في العرب إيه المقصود بمصطلح الأفلاج؟ الأفلاج هي قنوات مائية حفرت في باطل الأرض على امتداد كيلو مترات أحيانا طبعا عمان لأنها ليست على مصطلح أنهار هي أرض طحراوية والأمطار أحيانا تنقفع لسنوات طويلة وعندما تأتي الأمطار تغذي المياه القوفية يحدث هناك عيون معينة منابل الماء يستفيد منها القرويون في جراعاتهم هذه الأفلاج تشق في باطن الأرض على انحدار معين على هندة محددة في الميلان حتى تصل هذه المياه بقنوات إلى القرى وبالتالي تسقى بها البتاكين ليه حضرتك اخترت رواية مائية؟ وليه اخترت أن الرواية تكون مرتبطة بالماء وأن الماء تكون عنصر مهم جدا في رواية حضرتك؟ نعم أولا المطلع على النظام المائي للعمانيين أو في عمان هو واحد من الأنظمة التي ذات خصوصية لا توجد في دول أخرى هذا النظام المائي أحببت أن ألقي عليه نظرة لم يتطرق إليه قبل ذلك روائيا أو أدبيا في دراسات كاذبية عن الأتلاج ولكن لم يتطرق إليه أدبيا أحببت أن أشتغل في هذه المنطقة لأن لها قصوصية أولا وثانيا لأنها لم يتطرق إليها أحد قبل ذلك حضرتك مزاكت في رواية ما بين الواقعي وما بين التاريخي وما بين الأسطوري ده حصل إزاي وأكيد ده تطلب من حضرتك مجهود كبير صحيح أنا عملت بحوث أول شيء كثيرة أولا في هندفة الأفلاك في هذا النظام المائي في علاقته بالقرب الناس تقسيم المياه أيضا كحصص على البتاتين وأيضا يعني بحث في محكيات الناس القرويين وعلاقتهم وأتطيرهم أيضا عن الماء كل هذه المادة ستبت فيها أو ستبت منها في خلق نفس يشبه حياة القرويين في قراهم أيضا وده أخذ من حضرتك وقت قد إيه في الكتابة؟ والله الكتابة هي تقريبا سنة ونصف ويعني سنة في تجميع المادة لهذا الرواية إنه قاد أشاده باللغة المستوحى من البيئة العمانية أصدت ده وكان إيه لي همك في أن حضرتك تبرزوا أكتر عن البيئة العمانية من خلال اللغة أو من خلال الرواية والحكاية اللي حضرتك حكتها؟ بالفعل صحيح أنا حتى روايات السابقة أيضا هي تخرج عن البيئة العمانية تدور في هذه البيئة ومهتم كثير جدا بتفاصيل هذه البيئة بالمسميات في العدد والتقالي بكل شيء حتى نستطيع أن نخلق نفسا واقعيا يعني يأخذ صورة المكان صورة أهل المكان الذين يعيشون فيها كلمنا عن اختيارة للعنوان تغريبة القافر تقصد بإيه تغريبة القافر؟ نعم القافر طبعا هو الإنسان الذي يقتفي الأثر وهي موجودة طبعا هي ليست حكرا على اللهجة العمانية ولكن نحن نستخدمها بكثرة هنا القافر هو الذي يقتفي الأثر بعضهم يسميه القصاص وبعضهم يسميه القفاء أيضا وهذا القافر الذي يقتفي أثر الماء له هذه الحكاية المأساوية التي تفجأ من خروجه من بطن أمه الغريقة ثم إنكار الناس له وتنمرهم عليه في القرية ثم بعد ذلك اتباسه في أحد قنوات الأفلاق التي يشتغل فيها هذه الغربة أيضا الغربة الذاتية التي كان يعيشها وواحد من المفتلحات المهمة جدا في موضوع التغريبة إن التغريبة تعني أيضا السفر أو الرحلة فحياة القافر كانت كأنها رحلة حقيقية أنا بشكر حضرتك على وجود حضرتك معنا وسعداء جدا جدا بوجود حضرتك معنا لأول مرة على كل الشاشات المصرية والمحطات المصرية نورتنا من خلال أبليكيشن زوم ونتمنى لحضرتك كل التوفيق وكل اللي جاي شكرا جزيلا شكرا